أهلا بكم الفترة دي ماذا يفعل فلان الفلاني إذا أراد ماذا يفعل فلان الفلاني إذا أراد تجميل ابتسابته إذا أراد أن يصحح حيوب ما في أثنانه يفعل تصرفات كثيرة جدا ليس منها الطريق الصحيح في البداية وعلى فكرة دايما في السينما الأمريكية بيعملوا مجموعة من الأفلام قائمة على فكرة الرونج تيرن اللي هو التصرف الخطأ مرة واحدة في الحياة اتعامل مصرحية في مصر جميلة جدا اسمها سكة السلامة فكرها حاجة كانت روعة خطأ واحد بس ممكن يكلف الإنسان في الأفلام يقوله كده وفي المصرحية دي كان الفكرة كده حياته يكلفه الكثير من الوقت يكلفه الكثير من المال يكلفه الكثير من المجهود في الأسنان وتجميلها نفس الكلام واحد عايز يعمل تجميل ابتسامة ممكن الأول يفكر إنه مش شرط يعني أهرب من موضوع تجميل ابتسامة دي إنه نقف البقية مش لازم الناس تشوف سيناني ده في بعض التصرفات وبعدين يرفع مستوى لا لا الناس هتشوف طب ما بيضها تجميل يعني الناس عايزة تشوف إيه غير سينان بيضة فأفتح الناس تشوف الوصفات أجيب وصفة عباية سيناني سيناني تروح في مشكلة كبيرة جدا هارفع المستوى شوية أو في الأوبشن التالت طب ما هروح لصحبي اللي أنا بقعد معاه في الكافية اللي أنا أعرفه مش هو دكتور سينان أنا متخصص في التجميل مش شرط مش كلهم فاهمين في كل حاجة وكله بتاع كله وهيعرف يعني يزبطني أصل صحبي وأنتيمي احنا بنلعب مع بعض كورة أو بنتفرج مع بعض بنتفسح مع بعض وبروح نصهر مع بعض خلقه هو خلقه تقول أقربون أولى بالمعروف يعني في الكلام ده في الدين لكن مش في الاختيار مش في الاختيار مش الأقربون بقى العالمون فعلا في الطب أو في الاختيار الاحتمال الأخير أو التصرف الأخير أن أنا هروح بس ما أبقاش فاهم كونسبت مهم جدا أن أنا مش رايح تحت بانت تجميل ابتسامة تجميل الأسنان أنا رايح تحت بانت مهم تانس متجميل ابتسامة الحقيقة المعنى ده معنى مهم جدا هفهمه بالتفصيل بقى لأنه بقى المستوى اللي خلاص أنا قررت وروحت المتخصص بس هو بيصحح لدماغي الدكتور المتخصص بيصحح لدماغي بيقول لي لأ انت جايلي مش عشان تجميل ابتسام سنانك انت جايلي عشان تجميل ابتسامتك تعالوا نفهم المعنى ده في وسط الطرق الكتيرة الطرقات الكتيرة اللي ممكن نمشيها ويكون فيها رونج تارن فيها لفة غلط ضيف العزيز القيمة المتميزة والاسم اللامع في عالم تجميل الأسنان اللي بيسعدي جدا الحوار العلمي معه اللي النهاردة منور الدكتور وأكيد هتستمتوع بحوار علمي راقج جدا جدا على أعلى مستوى في عالم التجميل وفي مفاجهات وتصحيح لمنحنايات في فكر الكثيرين النهاردة هنحط نقاط مهمة أمامه ضيف العزيز دكتور عبدالله متولي أخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لمركز برايتي لتجميل الأسنان وعلاج الأسنان وعضو الجمحية الأمريكية لتجميل الأسنان المصمم لتسمى المعتمد من البي دي سي بإنجلترا أهلا بيك يا دكتور سيكا دكتور عين منور الدكتور منورك طبعا الدكتور إذن علم كتير تفاصيل كتيرة تصحيح لمفاهيم كتيرة إيه رأيك فكرة الرونج تير الناس كتي بتمشي يا فكرة القرار الخطأ القرار الخطأ الأول في التجميل بالذات إن بيبقى العيان خلاص أو الكلينت أو البيشنت بيبقى خد شور طويل قوي ومشور طويل قوي فحاجة غلط فنفسيا لو جيت تقوله الحاجة الصح وأصلا مش هتقبلها بسهولة يعني هو مثلا قاعد يعالج أسنانه غلط أو تجميل لأسنانه غلط لمدة مثلا سنة ولا حاجة وبعدين بعد السنة دي الموضوع فشل فتيجي إنت تقوله واق والله الموضوع بسيط وهياخد أربع خمس أيام وعمره ما هيصدق فالفكرة كلها إن انت لو خدت القرار المزبوط من الأول أولا هتاخد نتيجة أولا هتوفر وقت وجهد وفلوسك وابتسامتك طبعا هتبقى بتنور هتبقى صدمة حيث تنوعد يمشي قرار خاطئ أو يعمل حاجة خطأ لفترة طويلة وحد يقوله لا يا عم أنت ماشي غلط إرجع وإرجع دي بقى لو أنت قلت له إرجع دي بسيطة هيقولك لا مش بسيطة ده أنا بهدلت قبل كده في الشارع لوحد جاي لك مخالف وإنت جاي في الطريق ووقفت وقلت له إرجع الطريق ده كله وإرجع بظهرك بقى أنت مشي الطريق غلط هو أول رد فيه لك لا 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 مش غلط مفيش يفتك أنا تقاول الطريق مع العلم يا دكتور أمين أنا عايز أقولك حاجة أنا 80% من حالات تجميل الأسنان عندي في العيادة هي إعادة تجميل أسنان يعني حد رح أجمل أسنان مبرة وجالي عشان نصلح التجميل اللي عمله برة ده أصعب بكتير جدا من أنه هو يجيلي في الأول أصعب ونتجته أقل من لو أنت جتي في الأول بأسنانك عادية من غير ما تبدأ تجميل فيها بطريقة مش مظبوطة أسهلي بكتير أو أنه نبدأ من الأول طبع لسه الناس مثل لخبطة ما بين كلامك أنت قلتين لا أو بتقول دايما تجميل ابتسامة مش تجميل أسنان صح كده؟ صح إيه الفرق؟ طيب أنا هقولك الفرق الأول ببساطة كده تجميل الأسنان يعني الأسنان تبقى شكلها حلو هل ده سهل وبسيط أو سهل وبسيط تجميل الابتسامة أن أنت وإنت بتضحك وإنت بتتكلم أو أنت في حياتك العادية يبقى شكلك حلو هل ده صعب ولا سهل على الدكتور؟ لا مش سهل تمام؟ تمام طيب لو إحنا شفنا صورة زي دي وركز يا دكتور أعيبا في السؤال عشان إيه؟ الله عليك صعباني شوية الله عليك صعب أحب الأسئلة الصعبانية أنا بعش هالأسئلة إيه رأيك؟ في الأسنان دي صعبة يعني أنت أقول لي كده إيه الوحش اللي في الأسنان اللي قدامه؟ أولا طبعا في السنتين الأمامين متأكلين جدا قصيرين وده عكس المتوقع مكسور في السنة دمناية الشمال الألوان والتسبغات الموجودة تمام كده أنت مركز معي أو صحي وإحنا لسه صحيين آه صحيين يا رب نحن سجل الساعة اتنين بالليل أو التلاتة بالليل تمام كده أنا سألتك يا دكتور أعيبا إيه رأيك في الأسنان دي جاوبتني بالزبط قلت لي السنة دي طويلة السنة دي قصيرة السنة دي فيها فرقات طب إيه رأيك يا دكتور أعيبا في الابتسامة دي؟ لا مش حل ليه بقى؟ لأنه كل اللي إحنا قلناه دوت بلاص بقى البق الكريدور أيوة اتكلمنا كده بقى في حتة تاني خالص غير الأسنان بقى الكريدور أيوة واللي إيه تاني اللاساوية اللاسا بينة اللي ابتسامة معكوسة يعني السنتين اللي في النص أقصر من الأنياب كده دي اسمها ابتسامة يبقى معنى كده أنه أنا روحت للدكتور أسنان عادي مش دكتور تجميل أسنان قلت له لو سمحت جميلي أسناني هي دي معمولة؟ لأ دي مش معمولة بس أنت لو روحت له بالحالة دي بتقوله جميلي أسناني هيعمل إيه؟ هيعالج الحاجات اللي إنت قلتها هيخلي اللونها حلو وهيخلي ما فيش فراغات بين الأسنان طب حل العينة دي هيبقى شكلها حلو في الآخر لا أسنانها هتبقى شكلها حلو آه طب أنا فرحتي أن أنا تبقى أسناني شكلها حلو شكلي أصلا كل وحش فإذا فرق كبير قوي بين أن أنا أجمل لك أسنانك أرسلك أسنانك وخلي اللونها حلو وده بسيط قوي وده أي حد يارف يعمله تجميل الابتسامة بقى ده اللي هنشوفه في الحالة بعد لو شفنا بقى الحالة بعد دي كده ابتسامتها اتجملت مش بس أسنانها أنا مش مهم عندي الأسنان الأسنان دي أبسط حاجة تتعمل إنما هنا بقى الابتسامة نفسها تحولت لو جبنا الصورة قبله بعض مع بعض يا صعبة دي الحالة طبعا مش سهل قولي الحتة اللي بت دايما أنا باستغربها ودي شفناها احنا في حلقاتنا في الناس الحدو لو حد عايز يراجع الحلقات دي مهم قوي إنه يشوفها إزاي بتغير البكة الكوليدوري ويشرح لده إيه هو البكة الكوليدوري البكة الكوليدور ده الديهليز اسمه بالعربي كده الديهليز الاسود بزبط أو المظلم في آخر الشفاف الحتة دي اللي هو إن الحتتين اللي جنب زوايا الشفاف الخارجية يكونوا مظلمين بالشكل ده بالزبط يمينوا شمال أيوة تماما دي أول حاجة تاني حاجة ده كده البكة الكوليدوري هتلاقي في الصورة اللي فوق ده خلاص اتقفل طيب إيه تاني؟ الابتسامة معكوسة المفروض الأسنان لو رسمنا خط ماشي على طرف السنان من تحت يمشي مع الشفاف يبقى باراليل موازي للشفة لو رسمنا خط ماشي مع الأسنان اللي تحت مع الشفة اللي تحت هتلاقي معكوسة ده يديك إيه؟ يديك طاقة سلبية على طول تلاقيه اللي قدامك أنت بتضحك هو ما عارفش أنت بتضحك ولا بتتريق عليه هو مش عارف هو يديك إحساس بالشر بالزبط شر وطاقة سلبينيجة آه 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 تمام؟ ثالث حاجة اللي ابتسامة اللاسوية روحت كان عندها اللاسة بتبان ناحية الشمال فوق ناحية الأنياب ما بقاش موجود الكلام ده ده كده اسمه تجميل ابتسامة يفرق كتير قوي عن تجميل الأسنان أنا ههوريك يا دكتور آيمن بعد شوية حالات عاملة تجميل أسنان شكل ابتسامتها أصلاً وحش يعني اللي ابتسامة نفسها وحش الأسنان متجميلة قومت جميلة بس شكل يعني أنت رايح لدكتور الأسنان أو رايح تعمل حاجة تجميلية عشان تبقى أسنانك شكلها حلو شكلك كله يبقى حلو غايش شكل يبقى حلو فده الفرق فيه فيلم مخترق الجليد فيلم حلو قوي تمام جابوا واحدة في القوي الواحدة دي تمثل في الفيلم ده متحدثة عن الشر يعني أنا قلت لهم قبل كده عايزين نجهز مجموعة صور لممثلين السنان هي التي تعبر عن الشر في المكير هو محور الشخصية جايبين صونة واحدة بسنانها هي تعبر عن الشر تعبر عن التسلط وحتى مصورينها عاملين كدر أنا قلت المخرج ده زاكي جداً يعني متصورها من الجنب وهي بتتكلم فطبعاً عيوب السنان باينة جداً من الجنب الفراغات فمباين بكلوز كده مفيش حاجة تانية في الشر عاملها تدل على شر غير المنظر ده هي أسهل حاجة تطلع شخصية الإنسان اللي قدامك السنان وعنيه أه ومش يقدر يعمل مكاش كتير في العينين غير انه يسوي تحت العين والحاجات دي كلها لكن السنان بيعملوا بيعملوا عايز غبي منه فيه مثلاً غبي منه فيه أه طولوا السنين حد عايزين حد مسلاً يبقى معلم أو وديم يعملوا سنة سودة هنا كده يعني بيعرفوا يلعبوا في السنان بسهولة كلنا شفنا فيلم بتاع واحدة في المنزل التلاتة الأشرار اللي بيسرقوا الاتنين بين أو التلاتة اللي بيسرقوا البيت اللي عابين في سنانهم أه ما هي أسهل حاجة أه واحدة في المنزل ده مجموعة الدراما الكوميدية الجميلة بتاع الزمان فده يدل على أن انت ممكن تغير من حياة إنسان أو شخصية إنسان بس بسنينه طب عمره بقى سنه سنه دي بقى مهمة ودي احنا تقريباً من قوائل الناس اللي تكلمنا في الموضوع ده سن الإنسان أنا عشرح لك برضو يا دكتور أيمان حاجة دلوقتي أنا لما بكبر في السن شوية الوش بتاع الإنسان متكون من ثلاث أجزاء هدي الجزء اللي فوق وجزء اللي في النص وجزء اللي تحت تلت تلت التلت ده سابت عمر ما يتغير ده سابت إيه اللي بيتغير ده طب ده ليه بيتغير نتيجة لتآكل الأسنان أو أن تبقى الأسنان خلاص يعني اتكلت أو قسرت أو حصل لها حاجة فالجزء ده بيتطبق زي ما بيقول فكل لما تكبر في السن السنان بتقصر شوية فالحتة دي تتطبق أكتر طب لو فقدت الأسنان اللي موجودة تتطبق أكتر لو شفنا مثلاً حالة زي اللي موجودة دي سيباك بعمل أسنان مشان تتكلم على الأسنان خالص أنت كده أقولي حسس بإيه أول ما تشوف الصورة دي حسس بحاجة يعني فيه تور اكشن ده الشكل الكلاسيكي بتاع اللي بيسموه العبوس أو الغضب الغضب عابس عابس يعني غاضب تمام ده اسمه ريست بوزيشن يعني انت بتقولي العين ما تعملش أي ري اكشن خالص بس في البق فبيطلع بالشكل ده طب هل هو قاصد يطلع الشكل الغاضب اللي حراك بتقول عليه ده لا مش قاصد خالص هو ده طلع لوحده ايه تاني هتلاقي المسافة بين مناخيره وودأنه صغيرة جدا متطبقة ممكن تتدي له عمره أكبر من عمره يعني تتدي له عمر كده يا دكتر عامل جاء هنا خمسين خمسين مستريحة أو حدو خمسين كان طب لو شفنا بقى الصورة بعد يعني فردنا شوي الدنيا فردت كتير مش شوي وسنه صغر اه طبعا وما بقاش فيه كدر بعيد وما بقاش فيه الوجه اللي هو الغاضب أو بقع عادي طيب طيب بصه يا دكتر ايمن الفولدس اللي هنا دي الجانبية الجانبية خفت جدا بقيت طبيعية بالزبط قلت كتير فكل ده بالاسنان فقط يعني ده ولا عملناه ولا بوتوكس ولا فلدر ولا اي حاجة كل اللي احنا عملناه السنان اللي فوق طورناها شوي اشوف الابتسامة احنا بقى بدأتوا بابتسامة بدأ ايه باني اه انا مليش علاقة بالاسنان مش عايزة مش عايزة تكلم عن اسنان اصل احنا كل اللي عملناه احنا طولناه سنانه شوي مش عايز بقى تكلم عن اسنان عايزة تكلم على تأثير الاسنان على الوش عموما كده بقى يعني احنا خلاص مش تصميم اسنان بس ولا ابتسامة بس انا بغير لك شكلك كله من برّك في طريقنا احنا عنوانا النهاردة ماذا يفعل المريد ده عنوان انا ماذا يفعل المريد الاسنان عموما أو الباحث عن تجميل الابتسامة من ضمن خطوات الحياة بالنسبة للباحث عن الابتسامة والتجميل انه يرفع سماعة التليفون مش يرفعها بعده قصد يمسك الموبايل معاهدش فيه يرفع سماعة التليفون لتعبير بتاعنا بتاع جيلنا يمسك الموبايل ويجري عدة اتصالات بعدد من المركز المشهود لها بالكفاءة في تجميل الأسنان وسؤاله في كل مركز يكون سؤال واحد فقط غالما أو سؤالين بس هو سؤال واحد اللي في دمائه أنا هقول لك هو ايه بكام بكام عفقتي بتغطله كتير الحكاية دي هو ده سؤال صح السؤال مش صح طبعا اسأل بكام بس مبقاش ده أول سؤال يعني يبقى آخر سؤال أو تالت أو رابع سؤال ليه؟ أنا ممكن أروح أدفع فلوس كده يعني أدفع فلوس قليلة في حاجة تبوز لأسناني وكده كده هعيدها تاني وأدفع أغلى يعني أنت لو روحت عليكت أسنانك مظبوط من الأول مظبوط بأسعار معقولة مش قصدي قليلة بس مش أقل حاجة يعني مش بأول سؤال تسأله للدكتور بكام قلوا الأول أنت هتعمل لي إيه؟ دماغك فيها إيه؟ إسمائل إيه؟ طب هتصغرني كام سنة طب الماتيريال إيه؟ كده إنما كلمة بكام تجميل الأسنان أولا تجميل الأسنان ما فيش حاجة اسمها بكاملة يعني دي مش حاجة سبتة تجميل الأسنان ده مش سلعة أو منتج بيتباع تجميل الأسنان دي نتيجة يعني أنا ممكن تبيجيب بس أكون عملت لك تجميل الأسنان ممكن سنة واحدة ممكن ستة ممكن تمانية ممكن تقويم ممكن قص سلسة ففيه فروع كتير أبي فيش حاجة اسمها بكام تجميل الأسنان فدي حاجة أو جملة شائعة غلط بتتقل طيب إحنا لو شفنا حالة زي دي طب ما دي عاملة تجميل الأسنان دي أكيد أول سؤال سألته للدكتور بكام عندك وراحت لأرخص حد يا رأيك في تجميل الأسنان اللي فوق ده بقى أنا بقى مع هو ده بقى يعني لو أنت قلت لي إن المعمول فوق ده فوق ده تجميل الأسنان هو باين إن هو تجميل باين إن هو تركيب تركيب بس يعني أنا باستغرب جدا إن ممكن تصرفات تحصل فطب الأسنان 2022 تكون بالشكل ده طب الحالة دي يعني ده كده مش شغل قديم ده من ست شهور أول ما أنا بقولك 2022 يعني ده مش مثلا حالة عاملها من عشر سنين فبوزت دي قعدت ست شرور وبقت كده أه أنا مش هارف الحولالة اللي حصل في السنترال انسيسول ده حصل ليه ده كل حاجة يعني طب هقولك على حاجة يا دكتور عيني خلي كأن السنتين اللي في النص يسيبك ملعة وجه اللي فيهم أه خلاص كأن أنا أنا شايفها يعني خلاص مش هنركز معها بص أصلا اللاسع بص الناب أصغر من السنترال في النص إزاي لازم النبي بقى أد أو أكبر من السنترال في النص أطول بص اللاسع في النحيتين بقينة إزاي بص العدم توزيع المسافات بتاعت الأسنان بص السنتين في النص عراض جدا هو عامل الكبري تحت أنا مش عارفة هو فيه تحت الكبري هو فيه تحت حاجة غريبة وفي حاجة في وزد كده ملاش علاقة بالسنان أساساً تقريباً ده حاجة موقّطة يعني عمم إنه مفوق ده تركيبات والتركيبات دي مش رخيصة يه التركيبات دي مش بورسلين دي زركوني أوكي الفكرة كلها إن دي أول سؤال سألته أنا متأكد بكام التركيبة وراحت لأرخص حد أنا ده متأكد منه بنسبة مليون في المية دي ما دورتش ولا شافت حالات الدكتور ولا تعبت نفسها في إن هي تفهم يعني تجميل أسنان أو تجميل ابتسامة زي ما بنقول طيب دي لو كانت جات لي من الأول خالص ما كانتش هتدفع التكاليف اللي دفعتها هنا دي أولاً سنين كان هيبقى الوضع أسقت كده اللسة بتاعتها يبوزت فعالجنا اللسة فبدل ما تاخد أربع خمس أيام خدت أسبوعين عشان اللسة عشان اللسة فلو شفنا بقى الحالة بعد واو ده كده اسمه تجميل ده هي دي هي نفس الشخصية؟ نفس الابتسامة فدي كده اسمها تجميل ابتسامة وده اسمه تجميل أسنان تجميل أسنان وتجميل ابتسامة ده تجميل عموماً اللي فوق ده ده استرخاص أو أنا بدور على أرخص حاجة أو حاجة تماشي الدنيا طب إيه اللي استفادته إن هي دفعت مرتين أنا نفس كنت أشوف رد فعلها في المرة الأولينية بعد ما تعمل لها ده وطلعت معرفش كان راكش متاع حامل إزاي؟ أوه في فكرة تانية يا دكتور أين هي عملت اللي فوق ده في ستة شهور يا خربي سويت فلما أنت هي خلاص فقدة الأمل على فكرة دي كانت جاية مش جاية هي تعمل سنانة دي فقدة الأمل أنا خلاص يعني أنا مش رايحة دكاترة تانية أصلاً هي جاية مع جوزها جوزها هو اللي بيعمل حاجة في سنانه فأنا شفتها فبقول لها إيه اللي في فوق إجدأت لي بص أنا مش عايزة عارفت جملة مش هونة أنا بكرها دكاترة الأسنان مش عايزة أتعمل معاك وتاني فبقول لها في وريني واتحكي وقعتلي أنا عملت الأسنان دي في ستة شهور رحت في مرة يقل عن 18 زيارة لدكتور الأسنان ومش عايزة أنا عايزة عايش كده أنا لها صديقة قالتلي نفس الجملة من حوالي ثلاث سنين أو أربع سنين راحت قاعدت سنة مع حد ما سنة والحد ده يعني في مكان كويس في القاهرة يعني فأنا استغربت سنة إيه اللي يقعد سنة يزبط ليه سنة أنا استغربت ساعتها جدا يعني هو على فكرة عاملت لوقت مهم جدا جدا طيب دي كده بتقول لك أنا عملت في ستة شهور وديكتين نتيجة طبعا فبقول لها أنا هعمل لك أسنانك في أسبوع أسبوعين بالكتير هتصدقني بسهولة مش دعي فأولا يعني أنا البيشن دي قلت لها طبعا هقول لك حاجة أنا عشان ضامن النتيجة اللي هتحصل ما تدفعيش خالص حساب الشغل بتاعك غير لما تخلصه وتتبسطه أساسا فإن الدكتور يشتغل حالة هو مش قوير أو هو مش عنده المعلومة الكافية أنه هو يعالجها ويخش في الحالة ويبوزها ويسوق نفسيتها ويسوق صمعت دكاترة الأسنان زميله ما أنت كده ما هيبتقول لك أنا ببكرها دكاترة الأسنان ما أنت من يعني أنت كده أثرت علي ده كميل على فكرة ده في كل حاجة أهو بص أنت فتحتيني في حتة معليش لازم أقولها يعني نا برعت ودي لازم أقول لناس محدش يقول أو يقارن بين البرنامج الطب اللي احنا بنعمله اللي اسمه الدكتور أو الناس الحالوة وأي حاجة بتحصل تحت مسمى برامج طبية داني لأن أنا بشوف ده بصراحة غلط ده لأنا بقوله لكم ده مش يعني نوع من التحيز أو نوع من التجميل لشيء احنا بنعمله لأن أنا بشوف تجاوزات وحاجات بتحصل في بعض الحاجات في بعض الشاشات لأ غريبة جدا من أنا أجيب مش دكاترة أتكلمهم من أنا أجيب ناس تتكلم بعيدا عن الطب تماما أن أنا أعرض منتجات ودي كرسة أن أنا أعرض منتجات مفهومة يعني إيه منتجات تتعرض ويبقى بنبعها من خلال شاشة يعني أن أقعد بقى نحط بارطمانات جنبنا ونقعد أن الكلام ده مش منطقي ومش إسيكل ومش إعلامي وملوش علاقة بالطب وملوش علاقة بحاجات كديرة يعني إيه منتجات لإيه يعني أن أنا أجيب حد برضو مش متخصص في الشيء ويتكلم فيه يعني أو مش دكتور خالص بقى أنا واحد بيخسس عبر الإنترنت واحد مش دكتور يخسس أنا معلش أنا خط في حتة عشان ممناسبة ليه؟ لأنه في الآخر الناس بتعمل معانا زي ما بتعمل معاك يقول لك برنامج طبي ده بيكلموا بقى كلام ملوش علاقة يعني أنا شفت برنامج في الحتة الفلانية عمله كده زي ما اتعامل تجميل في الحتة الفلانية وطلع بالشكل اللي إحنا شفناه ده وقته بالتالي كرهنا كل تكاترة الأسنان أو كرهنا كل تكاترة ده أقول جملة بنسمعها أنا بكره دكتور الأسنان بس حدث أخاف منه بس غير كراه وكراه دي معناها تجربة سيئة بالضبط وفي حاجة تانية عايز برضو يا دكتور أيمان اللي تنظر الناس ليها مفيش في جامعات طب الأسنان تجميل أسنان بيتدرس بطريقة على على ويت سكيل على أكاديم آه يعني مش بيتدرس مفيش يعني مش بنخرج عارفين يعني اسمال ديزاين أو عارفين دي لها كذا طريقة تانية الناس أول ما بتتخرج بتدرسها يعني ممكن كورسس بره مصر دبلومات ماجستير دلوقتي بقى فيه ماجستير تجميل أسنان بس من خمس ست سنين ما كانش فيه انت عندوكم كمبرانشات اللي هي الجزور علاج الجزور حشوة 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 تكيبات إنما ما فيش تجميل أسنان دلوقتي مؤخرا بقى فيه بس تجميل الأسنان بيعتمد في الأول وفي الآخر على عين الدكتور وزوقه وطريقة حياته ولبسه وكل حاجة السؤال التاني برضو الوقت السؤال كومن جدا خصوصاً اللي عايشين برا مصر وإحنا اللي يعني شعبية الحمد لله وجمهورنا في الوطن العربي إحنا بنحبه هو بيعنده برضو السؤال ده وده واقعهم بقى لازم يسأله فيه خصوصاً مصريين كمان اللي راجعين أجازات هيسأله على الوقت ده مهم قوي أو يعني أنا احترم البيشنت اللي بيسأل على الوقت ما هو فيه ممكن ناس تقولك إيه لأ مدام الحاجة بتاخد وقت طويل يبقى الكواليتي بتاعتها أحسن من لما تاخد وقت قلي في طب الأسنان لا الكلام لمس صح طبعاً أنا لو عندي الخبرة الكافية أن أنا خلص لك الحالة في جلسة أو جلستين بسرعة بالكواليتي حلوة قوي هو ده الرقم واحد والتكنولوجيا اللي بتخدمتها طبعاً طيب أنا حالة زي اللي موجودة دي دي تعملت في كم يوم؟ أسبوع أربع تيان أربع تيان أمتى؟ يعني أنا لو اتأخرت عليها خبرة برضا أه خبرة طالما عندنا الأجهزة طالما عندنا الأشياء المقطعية عندنا كلها جنعنا أنا لو اتأخرت عليها بقى تأخرت مثلاً عملتها في أسبوع ده لو أنا عندي زحمة لكن أنا أقدر عملها في أديف أربع تيان يعني لو أنت مزنوء أو مسافر أو براك أي حاجة أربعة تيان وانت بقى كده من كدر كده حالة حالة تانية برضو زي دي دي برضو عاملة تجميل أسنان فوق عايقة أنت بتقولي الحالة اللي فوق دي كانت تجميل أسنان آه بكل العيوب ده في نحية أطول من نحية وفي اللي بعد النبدة بيرش فيه سنة بيرزق أو شايفها وفي فراغ في النص طب هو عارف لي يا دكتور طلب أن يسيب الفراغ في النص حتى الفراغ غير متساوي في النص ما بالزبط هو على فكرة لو قفل الفراغ هتبقى أوحش ما هو ما لو هو على نفس شغله توزع المسافة على الزابق لو بقيته استاذه الفراغ ده لو تقفل في الحال يعني لو تقفل بنفس طريقة شغله كده هيبقى للشكل وحش قوي الفكرة أن أنت توزع الفراغ زي ما دكتور أيمان كده بيقول توزع الفراغ ومفروض دكتور أيمان مش دكتور أسنان يعني ولا ليه علاقة طب الأسنان أساساً أنا طب بشر مفروض توزع المسافة اللي في النص على بقية الأسنان حالة زي دي برضو تعملت في أربعة يهب طيب ده بقى رجعنا زي حلو قوي عجبتني الحالة دي قوي ليه بقى؟ أولاً اللون والماتيريال رائعين ومناسبين للبشرة بتاعتها وكل الحالات أجبتني بس دي من الحالات أجبتني جداً دي هادية الكيس كده تحس أن هي هادية يعني اللون مش جامد السمائل مرسومة يعني بالضبط سمائل دي برضو دي بقى نتكلم على الوقت تربعة يام نتكلم عن التجميل كده في تجميل ابتسامة اللي في قد عمل لها تجميل أسنان يعني تلاقي أسنانها مثلاً كانت صفر عمل لها بتركيبة مش عارف نوعها إيه غريبة كده بقت كده دي طبعاً فوق أول حاجة سألت عنها إيه؟ بكام طبعاً مرضو طب أكيد عند الدكتور الأواني لا 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 دا في عيوب برضو لنرجع نقول تاني هل الفوق دا تجميل ابتسامة؟ مش ممكن ولا أسنان ولا أسنان ولا تجميل وده انت عارفوا انتوا عارفين يا جماعة أنا أول ما أشوف الصورة الفؤانية دي لو شفناها لوحدها حاسس دايماً إن المريضة أو ما هتوقع بإحساس إن المريضة كأنها متقلمة من شيء عن ناحي الشمال كأن في حاجة معينة في وشها عن ناحي الشمال ميدايقها لدرجة إنها يعني عاملة كز بناحي الشمال ده الإحساس اللي موجود عنها طبعاً إسمان بتوصل كل الأحاسيس اللي أنت عايزها يعني متضايقة من حاجة جز على أسنانها الفتحة كمان اللي في النص هي ممكن تكون يعني أكبر من كده وهو ده يعني ده اللي عارفه يوصلوه بس لأ يعني لازم قبل ما نجمل أسناننا ندور كويس قوي على الدكتور اللي هيعملنا تجميل بالذات علاج الجزر وعلاج العصب والحش والعادي كل ده كوم وتجميل أسنان كوم تاني خالص وسكة تانية خالص وليزم أقعد أقل بالدنيا عالدكتور اللي هيشتغل عندي سؤال لك بقى سؤال ده بتحريفة ماشي سؤال أنا الحريف بس بالسؤال إيه الفرق بين أص اللسة وتحميل اللسة أو ترحيل اللسة أص اللسة وترحيل اللسة ترحيلها أص اللسة ده يعني أنا حد أسناني موجودة وفيه لسة بتبانت كل اللي أنا هعمله إن أنا هشلك من اللسة عشان زي الحالة اللي موجودة دي لسة بتبانت والسنان صغيرة صح؟ مش السهلة فهو صغيرة شلنا اللسة فالأسنان بانت فخلاص وبيض وعملنا فينيرس فينيرس آه ماشي طيب دي كده اسمه إيه قص لسة وفينيرس ده سهل سهل جدا أي حد نعرف يعمله لازر بقى جراحة أي حاجة بس سهل طب لو شفنا صورة تانية ده اسمه بقى ترحيل هنا الأسنان مش صغيرة أيوة لو قصيتها تبقى الأسنان كبيرة جدا طبعا آه فأنت لو قصيت السنان في الحالة اللي فوق أنت هتشال الدكتور سنان على طول أنا طبعا أنا بخطف لذلك ماشي تلتنبع سنين كده طبعا لو قصينا طبعا اللسة فوق آه السنان دي هتبقى دي هي طولها مثلا كده عشرة ملي آه هتبقى 13 ملي دي مفيش إنسان طول سنة و13 ملي طبعا دي عملنا الترحيل للسة يعني إيه قصينا من اللسة فوق وقصرنا تحت آه بقى الطول الأسنان تحت 9 ملي وما فيش لسة آه يعني بقى تحت أقصر من فوق وكمان ما فيش لسة لسة مترحيل ده سهل لا مش سهل طبعا يعني مش سهل على أي حد ناصل آه ده كده فوق ما هيعملها تركيباتها هي تجميل برضو هتقول لي إن اللي فوق ده تركيبات تجميلية عانوا تركيبات تجميلية نعم أسهل لفوق ملحاش علاقة بالتجميل خاص ده كده دكتور أسنان عمل لها تجميل أسنان اللي تحت ده توج يعني دكتور تجميل أسنان اللي فوق ده دكتور أسنان لازم نفرق من دكتور الأسنان اللي هو بيخلع ويحشي ويعمل لي تنظيف والكلام ده كله والدكتور اللي هيجملي اللي ابتسامة بتاعتي الدكتور اللي هيجملي اللي ابتسامة ده ده سكة تانية خالص غير دكتور الأسنان العادي دكتورك قبل ما تروح له. نورت وشرفت ومدعت في الدكتور وكالعادة في الناس الحلوة الحوار القادم سيكون أيضا عن تجميل الأسنان من تفاصيله. هنمسك تفاصيل مهمة جدا جدا أنا بدعوك هو شوف اللي بقولك على طلباتنا المينيو عايزين نتكلم على تفاصيل دقيقة في تجميل الأسنان تفاصيل دقيقة في الماتيريال تفرق ايه الماتيريال عن الماتيريال تفاصيل دقيقة في حكاية الفراغات انا جاي لك بفراغات ايه التفاصيل ايه الغلطات اللي ممكن يقع فيها اي حد مش متخصص في تجميل الأسنان والمريض نفسه ممكن يدفع تمانا غالي ان السنان هيتبع عاملة ازاي. تفاصيل دقيقة في التعامل مع الجوانب المسلمة في الفم هو اللسه تفاصيل دقيقة في رسم سطح السنة لانه ده عالم مهم جدا طلع عليه شكل استيس فدي حاجات من اللي جاي الحلقة دي احنا بنقول الفكرة العامة والحلقات الجاية هقول لك تفاصيل بقى طبها تفيد العيان والدكاترة كمين شورت وشورت. ضيف العزيزة المبدأ دائما دكتور عبدالله متولي اخصائي تجميل الأسنان المؤسس لمركز برايتي مراكز بقى برايتي لتجميل صح كده بصح وعض الجمعية الامريكية لتجميل الأسنان ومصمر بتسمع المؤتمر من بيديسي بانجلترا نورت نورت دكتور خليكوا دايما بعض دكتور شكرا